قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباما من دون الله الكلام ده موجه لأهل الكتاب فمن باب أولى يوجه للشيعة يا شيعي نحن والله عندما نتكلم دائما نتكلم عن دين ليس فخوخ وليس حلبة مصارعة وليس كرة قدم بالأسف الشديد تحول أبناء الشيعة الآن لمسألة انتصارات مين انتصر على التاني مين ضرب الكرة الحلوة مين عمل وللأسف الشديد بالكذب لا يتهم ينتصرون بالحق فليه أساسا ندخل في مسألة داء انهزم أو داء انتصر وكلها بناء على مصارعة حرة ليه أنا النفس أفهم المفروض أن نحن كلنا نسعى إلى مرضات الله الله عز وجل عندما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فاحنا عايزين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه الذي تركه لنا فالمفروض أن الحوارات كلها لا تتحول إلى حلبة مصارعة ولا كل الكذب احنا عايزين تتحول إلى علم من معه العلم من الذي يستند إلى القرآن الكريم من الذي يستند إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لكن الحال اللي أنا أشوفه للأسف الشديد كله دلوقتي أصبحت حلبة مصارعة يحولون الحق باطل والباطل حق وهم يعلمون أنهم يكذبون ومع ذلك يكذبون سبحان الله فالله المستعان النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن حديث الثقليني النبي صلى الله عليه وسلم دائما الشيعة يعتمدون على حديث اختلف فيه علماء السنة منهم من قال أحاديث ضعيفة ومنهم من قال أحاديث صحيحة إلا حديث مسلم أذكركم الله في أهل بيتي أما الأحاديث الأخرى تركت فيكم ما إنتم سكتم فيه لن تضلوا بعدheard كتاب الله وعطرته هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عطرتي وسكت بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عطرتي أهل بيتي طب أهل بيتي يدخل فيها العباس وآل العباس والعقيل والعلي ويسخل فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها الكثير ولكن الشيعة لهم رأي آخر قالوا أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من الاثناشر أو التلاتاشر بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنهم وأرضاها طيب قلنا لهم ما هو فهم الحديث قالوا أن الحديث يدل على إمامة الإسنى عشر قلنا لهم تعالوا طبقوا الحديث على أرض الواقع بالمفهوم الشيعي إلى الآن لم يستطع أحد أن يطبق هذا الحديث بالمفهوم الشيعي هم يقولون أن الحديث يتكلم عن شخص يتكلم عن القرآن الكريم نتمسك بالقرآن الكريم طيب أدي القرآن الكريم معنا نتمسك بعطرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسب المفهوم الشيعي أين هم حتى نتمسك بهم إن قالوا نتمسك بعلمهم فكان علم النبي صلى الله عليه وسلم يكفي إذا كان كنا نتمسك بالعلم فقل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا أو علم علي بن أبي طالب يكفينا ولكن الحديث هم من قالوا أنه يتكلم عن شخص وعندما نتكلم عن شخص يذهبون إلى العلم نذهب بهم إلى العلم يذهبون إلى الشخص إلى آخره طيب الآن هناك عندنا رواية وإن صحت تقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وعطراته أهل بيتي كيف نتمسك بالعطر الآن كيف نتمسك بالعطر الآن فالله المستعان يا ريت نلاقي إجابة على السؤال بإذن الله تعالى